حوالي 350 طالب مشاركين في الحدث 150 منظمين و 200 مش منظمين هيشاركين لهم اللي هيعملوا الدستور الفعلي طب هتعملوه زي بقى هل بتتعدوا على الجماعات هل بتتعدوا ورقة الناس بتمضي عليها بتأخدوا item item في الدستور يعني احكيلي اللوجيستك أولا النظام بنبقى متمقسمين للجان على أساس أبواب الدستور انت عرف حضرتك أن الدستور أبواب فاحنا بنقسم للجان زي مواطن حضرتك أن فيه لجنة زي الحروق والحريات فيه لجنة نظام الحكم فيه لجنة النظام الاقتصادي فبيجي جوه اللجنة مثلا لجنة نظام الحكم بتناقش بيجي فيها بيحصل منقشات بيبقى فيه واحد ليدر للموضوع جوه اللجنة بيبقى اللجنة دي مثلا في حدود 40 طالب مثلا اللي بتناقش الموضوع ده وهكذا كل اللي جانة 40 40 40 بيبقى فيه واحد ليدر للموضوع هو اللي بيسوق المناقشات أو هو اللي بيكلم اللي بينصق المناقشات كلها فهو اللي بيزبط العملية دي فبيبقى فيه منقشات مثلا شكل الدولة مثلا نظام الحكم هل هيبقى شكل الدولة مدنية ام دينية ام عسكرية النظام برلماني نظام رئاسي الكلام ده كله ده بيتحدد جوة اللجنة بيقولوا احنا والله بنشوف رأي الشباب فيه مثلا 30 موافقين على ان النظام يبقى برلماني فيه 10 عايزينوا يبقى رئاسي خلاص يبقى النموذج الدستور هيتحط فين النظام الحكم يبقى نظام برلماني وهكذا بتمشي في كل البنو ده هكذا وتقط تطلع كل لجنة تعمل الرؤية اللي هي شايفاها وفي الاخر بيتم في اخر السنة مؤتمر عام بيجمع كل عضاء النموذج اللي هم 350 عضو وعلى رأسهم المتين اللي هم اللجنة الاكاديمية اللي كانت بتناقش جوة اللجانة الفرعية الابواب بتاعت النموذج بيجي كل واحد بيقدم الجزء بتاعه المخرجات النهائية انا وصلت مثلا في النظام الاقتصادي بتاع ان احنا هنبقى نظام رأسمالي فبيجي يقول احنا وصلنا لكذا كذا كذا وهنعمل كذا 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 والبنوك بتاعتنا هتبقى كذا 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 بيتم المناقشة علنية بيبقى قدام الناس كلها بيبقى مثلا في اي مكان قاعة كبيرة بنتبقى غالبا بتبقى فقاعة المؤتمرات بنوعه بقى من مادة مادة ونتكلم مادة مادة وفي الاخر بعد ما بنستقرع على المواد بيتم التصويت اللي بيحصل على اغلبية بيبقى هو ده نموذج الدستور بتاعنا هلو احنا قلنا المية وخمسين شخص دول المنظمين دول اللي بيقدموا بنفسهم هم اللي بيختاروا ان هم يشاركوا في لجنة سياغة الدستور لا هو المية وخمسين دول دول الطلبة اللي بيتشارك في تنظيم عملية نموذج ذات نفسه ليه احنا دلوقتي بيبقى عندنا كتاب بيبقى عندنا حفل افتتاحي دول ما بيدلوش برأيهم دول ما لهمش قوة ما لهمش صوت بيدلوا برأيهم في المؤتمر الختام في الختام خالب بس في الاول لا لان احنا بنعتبر ان المية وخمسين دول دول باقي عضاء مجلس الشعب مثلا والمتين دول اللجنة المؤسسة طيب المتين بقى دول هم اللي بيختاروا نفسهم يعني هم اللي بيقولك انا عايز اشارك ولا انتم بتروحوا بشكل عشوائي بردو بننزل الجامعة بنبتدي ان احنا نعمل حاجة اسمها requirement deligate ال deligate دوت هو الطالب اللي بييجي يبقى في اللجنة AC بنبتدي ان ونبقى لاش اختصارات عشان دينا مردتش اللجنة الاكاديمية اللي هو بيبقى الطالب اللي بيناقش الدستور حل بننزل الجامعة بنبتدي ان احنا نعود الافكار وبيبتدي ان لجنة الاستقبال بتبتدي تقول الناس احنا بناء احنا نازلين بنعمل كذا فالمتين دول هم اللي بيبقوا عايزين يشاركوا مش انتم اللي بتختاروه بس احنا بنختارهم بناء انا يعني ما بيتقدمش متين بيتقدم مثلا الف وبيتعامل انتروفيوهات لكل الناس دي معابلات شخصية لكل الناس المئة وخمسين هم اللي بيعملوا الانتروفيو للمتين بيبقى لا بيبقى القيادات بتاع المتين زي مقاطة الحاجة بيبقى فيه ليدر للجنة كل لجنة بيبقى لها ليدر بيعودوا يختاروا الاشخاص بيعودوا يختاروا الاشخاص دي طيب مش انا ليه بسأل في تفصيلة دي باستفادة جدا ان انا هبقى حريصة ان المتين دول يبقوا برضو بيعبروا عن الشعب بشكل كبير تمام تمام يعني عايزة ان يبقى لقي حد عنده مهتم مثلا بسينة حد مهتم بالنوبة حد مهتم بقضايا الاقباط انما كانش هو قبطي ستات تيارات اسلامية لبرالي حب ان المتين دول يبقوا فعلا نموذج حقيقي لان احنا هنبقى مستنيين ان انتوا تطلعون نموذج للدستور نقول له بصوا طلب عمله دستور احنا مش بنختارع العجل يا جدعان هم زي الفل وطلعون لنا افكار وفعلا طلعوا من ريفلكشن حقيقي للفئات المختلفة احنا عندنا في النموذج حتى قيادات النموذج زي تنفسها فيها تنوعات سواء من ناحية الدين او من ناحية المنطقة الجغرافية او من ناحية كل حاجة في تنوعات بكل الاشكال على اساس ان احنا نطلع بكل تأكيد في النموذج يبقى معبر عن كل القطاعات في مصر حتى الشهر يمكن يستخدموه لجنة المية ولا حاجة يستخدموه ما هو ده اصلا ان احنا برات محلية يعني احنا بنعمل ده كله مش عشان نفسينا وخلاص انه بنعمل كده على اساس ان ده هيتقدم للجنة التأسية للدستور انت عارف ان طبيعي في اي دستير العالم المتعرف عليه بتشوف الجامعات المصرية وعلى رأس الجامعات دي طبعا بيكون جامعة القاهرة على اساس ان هي افضل جامعة في مصر او اهم جامعة في مصر بيتسئل ايه رأي طلاب بتوع الجامعة او ايه رأي الجامعة عموما شباب يعني رأي الشباب ده اهم حاجة فاحنا هنقدم نموذج الدستور بتاعنا هنقول ده اللي احنا عايزينه طيب ده اللي احنا طلبينه طيب عبد الحميد ده هتخلصوه على امتى كده على شهر اربعة على شهر اربعة مش متأخر ما تفاشت بدره شوية ما هو احنا الفكرة زي ما قلنا حودتك احنا بنعمل انترفيوهات للناس وبعد كده بندخل بنعمل الدستور انا شهر اربعة بيبطيدي ان انا يبقى معايا الكتاب الكامل للنموذج الدستور المصري بحيث ان انا ابعت للاجنة المية ببعت لهم النموذج كامل مش ببعت جزء جزء انا ببعت النموذج كامل كدستور مصر الحالي اللي احنا عايزينه او الشباب عايزينه طيب بيبطيدي ان هم يستفيدوا منه الأشقاء اللي هم عايزان طيب وده بس ده وقت من حيث الوقت يعني إحنا إبريل ده هيبقى يدوبك لجنة المية هبتت عمل صح؟ ده إحنا بالضبط حسب الخطرة الانتقالية المحطوطة إحنا حزبينها على الأساس ده إن إحنا أصلا أول اجتماع هيبقى المجلس الشعب هيبقى يوم 27 مارس أو هيبقى في مارس ده حسب المعلن أو غالبا هيتم لأن ده الوقت اللي إحنا فيه بعد كده هيبقى فيه فترة شهرين اللي إحنا بعد ما أول اجتماع هيبقى فيه فترة شهرين اللي هي هيخطار فيها اللجنة التأسية فالشهرين دولا دخلنا كده في ميو لسه 6 أشهر كمان عشان نعملوا الدستور هنبقى دخلنا في شهر نوفمبر 2012 تمام ولسه الانتخابات الأساسية أصلا ما تعملتش فإحنا بنتكلم إن إحنا هنخلص دستورنا قبل ما اللجنة التأسية تكمل تمام أنا طبعا يعني إنتوا لسه هتعملوا ده بالتصويتات والحاجات ولما تعودوا كلكم مع بعض بس أكيد بأعتقد إن المطالب العامة إنه صلاحات رئيس ما تبقاش المطلقة اللي كنا عايشين فيها يعني بأعتقد بس ده كمان حسب إنتوا هتقرروا إذا كان رئيسية ولا برلمانية ولا الشكل ده بيبان من إيه من إن إحنا اللجان بنتأسس لا ينفع إن مصطفى يقدر يقول أنا عايزة هتبقى كذا حسب التصويتات لأن أكيد البند ده هيتناقش في اللجان اللي بتتعامل وبعد كده هيتناقش في المؤتمر العامة وطن ديمقراطي بقى فإحنا إحنا عندنا إحنا بنحاول نعمل نموذج ديمقراطي فعلي إن إحنا اللي بنفتقده في مصر دائما آلية الحوار في أي فعل إحنا بنعمله آلية الحوار دي كل الأنظمة الديمقراطية النكحة كانت بتمشي بيها إن إحنا نتناقش في كل حاجة نتحاول في كل حاجة ما يجيش قانون في لحظة بكرة نلاقيه معمول ما نعرفش عنه حاجة أو يبقى فيه قانون وبعد ثلاثة أربعة أيام نسمع عنه مش عايزين إحنا الكلام ده إحنا عايزين يبقى فيه حوار بين كل الناس وحسب التوافق يبقى فيه توافق على كل البنود وده اللي إحنا بنتمنى اللي هو يتطبق في اللجنة التأسية يتطبقه وهي بتعمل الدستور الحقيقي للبلاد إن شاء الله ختاما كده أنتوا بتلاقوا وقت تتعمله ده هو إحنا إحنا أساسا النموذج بيبقى وقته إحنا بنبتدي دلوقتي الإسبوعين بعد فترة الإسبوعين دول بنبتدي إن إحنا نشتغل كل يوم جمعة ده العضلة الرسمية للدراسة عموما طيب فإحنا بنبتدي كل يوم جمعة بنبتدي نشتغل تجمعه فين بقى؟ بيتجمع داخل الجمعة داخل كلات اقتصاد وعلوم سياسية بيبقى فيه قعات بنبتدي إحنا نتجمع فيها ونبتدي ننمارس النشاط بتاعنا كامل زي إن في الآخر إحنا برضو بنوعي فترة الامتحانات وبنوعي كل الفترات دي بيبتدي إحنا نوقع توقيف كامل عشان كده إحنا بناخد فترة أكبر من الوقت بحس إن إحنا برضو إحنا الأولوية عندنا الدراسة بس إحنا برضو بنحب إن إحنا نشارك في العمل السياسي ونحب إن إحنا نشارك في الوطن ككل لأن إحنا كمان النموذج السنية دي نموذج الدستور المصري بس ده فرع من فروع نموذج الحلم المصري ده إن شاء الله هيتعامل السنة الجاية هيبتدي تفعيله فعلا السنة الجاية بعد من خلص إن شاء الله نموذج الدستور المصري هيبقى الحلم المصري حلم البونة بقى إزاي نبني مصري إزاي نبني مصري يبقى بعد ما انتهينا من قصة الدستور وقصة الانتخابات والرئاسة والكلام ده أنا حييكو يعني على الأفكار وأنا عارفة إن ده مش أول مرة يعني بس إحنا إن إنتوا كنكم موجودين معنا ده شيء إيجابي كان النموذج اللي أنتو بتعملوه تحديدا لو بتكلموا عن نموذج عمل للدستور المصري الجديد اللي كونا نتمنى فبتوفيق لكو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مستنين الدستور أرجوكو يعني وحاولو إن شاء الله إن شاء الله مصطفى محمود رئيس نموذج الدستور المصري شكرا جزيلا نورتنا عبد الحميد محمد نايب رئيس نموذج الدستور المصري شكرا جزيلا ونورتنا ولما بنقول إنه الثورة المصرية ما جاتش في يوم وليلة لازم نبقى اخذين بالنا من نماذج زي دي يعني انه نموذج وعي الشباب نموذج معرفة الشباب بحال البلد حصلت انشطة كتيرة جدا كانت متفرقة وكان الاعلام المصري ما كانش مهتم ان هو يعرضها لانه كانوا يعني حابينهم يسيبوا الناس بتلعب بس لما الثورة تحصل ده ما كانش اعتباطا وده ما كانش فجأة ده كان تراكم لخبرات ايجابية كتيرة وتراكم لقمع كمان كبير قد انه تحصل الثورة المصرية يا رب تعدي بسلام الثورة المصرية تقرير اللي جاي هيبقى اليوم رياضي لمكافحة سرطان الثادي احنا الشهر ده طبعا الشهر يوم العالمي لمكافحة السرطان الثادي فتلاقيه حتى فيها انشطة كتيرة وحنا نحاول نغطي معظم الفعاليات اللي بتحصل في اماكن مختلفة خلوني اأكد عليكم انه كل الناس اللي ملحتش تتابع الحلقة من اولها ولسه فتح دلوقتي تقدروا تشوفوا الحلقة بتبقى موجودة على اليوتيوب على النهار ده بالليل youtube.com slash user slash نهارك سعيد ونشوف التقرير ونهاركم سعيد